اشتركوا في القناة دلوقتي مقدمة وحاجات حديثة ان احنا منقدمها هنا في مصر خصوصا في جامعاتنا ان هو ازاي بتأهل الطالب لسوق العمل وازاي تقدر تأهله للتخطيط من خلال الدراسة ان هو يكون عارف كل سنة ايه التخطيط وايه المناهج اللي يتباحها وايه انسب الطرق اللي هو يقدر يتباحها وانحنا علشان نتكلم مع حضراتكم اكتر في التفاصيل دي دفنا النهاردة دكتور احمد فاروق الياس عضو هيئة تدريس ادارة الاعمال بكلية التجارة بني سويف نرحب بيه مع حضراتكم اهلا بيك يا شيخ ممسوط ان دي تاني مرة في البرنامج الشباب الجميل الله يخليكم دكتور في البداية كده طبعا يعني انا في الاول عايز اتكلم عن حاجة لما طبعا اتشرفت بالزيارة اللي جامع بني سويف في الاحتفالية اللي كنت عاملين انا برضو كانت بصدد موضوع التأهيل الشباب لسوق العمل وشفت بصراحة مجهود من الدكتورة والاسازة ان انتم مش بس عمل لهم احتفالية او حاجة بتعرفون فيها على سوق العمل ده انتم جايبين لهم كمان مثلا رجال اعمال يتكلموا عن الناس برضو بتتكلم في ادارة الاعمال وبتوعوهم بشكل كبير جدا مش بس دراسة وورق وقلم طيب الخطة بتاعة الجامعة بتاع بني سويف او حضرتك في الموضوع ده بدأت ازاي وتبقى عاملة ازاي مع الطلب احنا زي ما انت شفت كده الحمد لله يعني شفت على الواقع موضوع المنهج القديم في ان كان فيه فجوة بين الدكتور والطالب القصة دي انتهت خالص في الفترة الاخيرة الوقت الطالب قريب جدا من الدكتور الطالب يقدر يروح للدكتور المكتب يقدر يتواصل مع الواتساب على الفيسبوك كل السوشال ميديا متاحة تصل بيه لو في حاجة احنا في الجامعة بنستقبل الطالب في الاول الطالب بتاع سنوية عامة ده لسه داخل داخل على مرحلة جامعية احنا بنسميها الحاجة جامعية وكأن المرحلة دي في حياة اي حد مننا بيفضل طول عمره يفتكرها عن سنوية عامة اربع سنين او خمس سنين بيفضل الطالب فاكر كل تفصيلة فيهم لازم تشترك فيها لان هي دي اللي هتخلي عندك سكلز زيادة تقدر تنافس بيها بعد كيه فاحنا بنبدأ نقول له الانشطة اللي موجودة يمكن اول منصة عندنا اتحاد الطلاب تقدر تشترك في اتحاد الطلاب ازاي سيمكن عشان انتخاذات اتحاد الطلاب بتكون بعد الدراسة بثلاث شهور فاحنا ما بنسيبوش في الفترة دي يعني مثلا زي ما حضرتك شفت بيبقى فيه طلاب من اجل مصر فيه كونباكت فيه كائنات فيه نمازج موجودة فبنبدأ نقول له لازم تشترك في الانشطة دي وبنبدأ بقى نوعيه ونفهمه ان انت لازم تخطط حياتك الجامعية صح من بداية اول سنة لان اول سنة دي لو عدت انت ممكن يا اما تكتائب وتفضل شايف ان الجامعة دي طريق انا مش هينفع جيب فيه تأدير اكتر من مقبول يا اما انا شايف ان الموضوع كان سهل جدا وبسيط ان انا تميز وفعلا اعمل قمة لنفسي غير الكليات القمة طب ايا دكتور حاجبتي قلت عن التخطيط طب التخطيط بقى يعني مهم ازاي اللي طالب لسه بقى من خرج من سنوية عامة وداخل زي ما حدك بتقول كده من سنة اولى وازاي ان هو ما يجيبش مقبول ويجيب تأدير مرتفع يعني همية التخطيط هنا بيكون ازاي طيب يمكن دي حاجة كويسة وان شاء الله شباب كتير من اللي بتسمعنا تكون تقدر تطبق الكلام ده احنا بنقول ان التخطيط انت بتبدأ تتوقع النتائج اللي انت عاوز تحققها في المستقبل فكون ان انت بتعمل تخطيط في الاول بتبدأ تحط خطة لنفسك الخطة دي بتخليك تحط تسك هتمشي فيها في الجامعة في الاربع سنين بتوعك التسك دي طول ما انت كل يوم بتصحى من النوم الصبح شايف ان فيه جول معين هدف انا عايز احققه وممكن الهدف ده وتكون كان حلم بالنسبة لك صعب جدا ان انت تحققه يعني ده ده حلم انا صعب حققه بس لما انا حطيت تسك ومشيت عليها وشايف ان انا عايز احقق الهدف ده بلاقي فرص ده بلاقي فرص الجامعة بتخلق لفرص ازاي ما انا خططت وحطيت هدف لنفسي وحطيت تسك وعايز امشي عشان حقق الهدف ده الجامعة بتبدأ تتحلك بعض الافنتات ان انت تحضرها وبنجيب فيها رجال اعمال وبنجيب فيها ده كترة متخصصين في الحاجات اللي ممكن تساعدك في سوق العمل بعد كده يمكن احنا بنقول دايما للطلبة نظم وقتك في الجامعة الجامعة بالذات لازم تكون منظم وقتك فيها ليه لان خلي بالك انت في سنوية عامة والجامعة هنا في حرية جديدة جدا ليك في حرية في ان انت تنظم وقتك في حرية ان انت تختار علاقتك جوة الجامعة في حرية في تحملك للمخاطر انت مسؤول عن نفسك فبنبدأ ان نقول له اول حاجة اول حاجة وانا يعني بدأ عليها كل مرة للطلبة لدخلة جديدة محاضرتك ثم محاضرتك ثم محاضرتك لازم تحضر المحاضرة بتاعتك ما انت هتستفاد ازاي فتلاقي طالب يمكن بقول له ما تسمعوش كلام المحبطين حد في سنة تالتة او رابعة هو كانت حدوده دي ما بيحضرش محاضرة فبيقعد عالكافاتيريا فخلاص هو فرحان جدا بالمقبول فما يجيش يقول لك انا لا انت مهما تزاكر انت مهما تعمل او انا هديك الفولة يعني ببقى هو بقى الخمير ايو ايه الطالب الخمير ده هديلك الزتونة ليلة الامتحان بقى كان نفع نفسه افهمها اه يا دي حدود قدراته ما هو زي ما انا اقول لك اه انا نفسه بطل سجاير فتقول لي لا انا انت عمرك ما تبطل سجاير خلاص هدي حدود قدراتك انت مش حدود قدراتي انا فانت وانت بتخطط لنفسك صح انت بتبدأ تحط ساعات المذاكرة بتاعتك قد ايه ساعات النوم بتاعتك قد ايه ساعات المحاضرات بتاعتك قد ايه ساعات وقت الترفيه بتاعتك قد ايه يمكن الموضوع المهم جدا ساعات العمل هلا ابدأ احطها في البداية ولا لا ولا اسيبها شوية هلا انا هشتغل اثناء الدراسة ولا لا ولكن انت لما تحط خطة نفسك صح بتحضر محاضراتك بتروح تذاكرها بتعمل ملخص لنفسك بين اللي قاله الدكتور وبين اللي مكتوف في الجتاب هو الملخص ده اللي هتيجي ليلة الامتحان تذكره ما تخليش حد تاني يفرض عليك رأيه الحاجة التانية احنا دايما بننصح الطلاب ان فيه ساعات مكتبية للدكاترة ساعات المكتبية انت ممكن تروح للدكتور وتستشيره في كل حاجة في المنهج ممكن تستشيره في حاجات شخصية ليك زي ما حضرتك شفت كده موجودة في الجامعة الدكاترة والمعادين وعضاء التدريس كلهم على تم الاستعداد ان هم يتناقشوا معاك في حل المشاكل فبالتالي الفجوة اللي بين الطلب والدكتور دي مش موجودة فانت لازم تقرب من الدكتور او المعيد اللي عندك عشان تبدأ تعرف اكتر عن الجامعة بتاعتك فانت وانت بتحط الخطة بتاعتك دي انا عايز اجيب امتياز الامتياز ده هجيبه ازاي بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كل يوم تصحى من انهم تبص عليهم ومش شرط ان انت تدخل سنة اولى على فكرة ممكن فيه طلب بيدخل سنة اولى بيجيب مقبول ما هو احنا لو هنقول ان مقبول دي فشل بالنسبالك اي فشل بعدين جايح ما انت تعلمت من مقبول الاول هتعلم بقى في اللي جاي اطلاقا انا كنت جايب 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 في سنة اولى يعني انا نفسي يمكن طلعت الاول على كلية في اخر سنة بس كنت جايب جايب في سنة اولى جبت انتياز بعد كده وكملت وطلعت من الاول فانا بقول ان سنة اولى مش مقياس ليك بس على الاقل تعمل الحد الادنى اللي مطلوب منك برضا دكتور بيبقى سنة اولى دي بيبقى فيها تخبطات بسا الناس مش عارفة يعني ايه جامعة ما هو بيبقى فعلا زي ما انت يعني حارج تكرمته قلت اني مثلا اللي واحب بيبقى خارج من سنوي سنوي بيبقى الموضوع واللي ستايب بتاع الحياة مختلف فالص وعندك ضغط اهلك في البيت زي كلام دي كله لكن انت بيبقى عندك حرية اكتر فبتبقى متخبط تخبط كبير بس عايز اسأل حضرتك دلوقتي حياته اللي اهله طول الوقت كفاية اللي حصل مثلا في السنوي او السنين اللي فاتت كلها من دراسة فبيضطر ان هو طبعا لازم ينزل يشتغل فهل مثلا ده بيبقى عائق للدراسة ولا ممكن يكون حافز اه يمكن الجزئية دي جميلة جدا لان فيه طلبة كتير جدا حد يقول له لا ما تشتغلش اسناء الدراسة لا اشتغل مبدئيا هنقعد نقول شخصيتك انت وحدود قدرتك ايه ولكن على فكرة في مجتمعات اوروبا كلها الطالب بيشتغل اسناء الدراسة والدولة يمكن احيانا بتوفر له ساعتين لاربع ساعات عمل موجودين عندنا هنا في مصر موجود بالفعل تدريبات بتتم اسناء الدراسة والتدريبات دي بيكون عليها مقابل مادي بسيط ولكن هنيجي نتكلم عن الطالب اللي هو عايز يروح يشتغل اسناء الدراسة اول حاجة الشغل مش عيب بالعكس لازم تشتغل اسناء الدراسة عارف ده بيعمل ايه بقى ده بيخليك تنزل تشوف اللي موجود في الكتاب اللي انت درسته واللي موجود في الواقع بالتالي انت بتفرق عن واحد تاني ما اشتغلش ان انت خبرتك هتخلي الشركات والبنوك والمستشفيات فايا في تخصصه بيجري كده يختفق ليه لان انت اشتغلت خلال الاربع سنين فطلعت متميز عن الطالب التاني ده كفاية جدا السوفت سكيلز اللي هتتعلمها كفاية جدا مهارات التفاوض والتواصل وحل المشكلات والتخاذ القرار ده غير الجزء المادي ان انا طبعا الوقت والدي والدتي ساعدوني بما فيه كفافة في سنوية عامة يعني هنقول بقى كمية الكرسات والدروس والكتب والملازم والمراجع اللي كانت بتتجاب طب جينا بقى لسنة قولها كلية خلاص بقى يمكن من الحاجات اللي بننبه عليها على الطلاب مصروفك الجامعي ده اللي انت بتحس انه لا انا هصرف فلوس في الجامعة براحتي هعود عكفتري براحتي لا كل حاجة بحدود وعشان كده احنا بقول لي يمكن عنوان الحلقة التخطيط بلانينج اول حاجة بتحط بلانينج فانت طول ما انت حاطت بلانينج طول ما انت هتعمل كنترول عليها فما فيش مشاكل جدا ان انت تشتغل طالما هتوازن بين شغلك ودراستك يعني ما فيش حاجة تيجي على التانية مزبوط طيب احنا داتي هنتكلم عن الانشطة الطلبية ازاي الطالب على مدار الاربع سنين او خمس سنين الدراسة ان هو يستثمر فعلا النشاطات دي احسن استثمر طيب مبدأين الطلب اللي ما بيشتركش في الانشطة الطلبية والطلب اللي بيشترك في الانشطة الطلبية هتلاقي الطلب اللي بيشترك في الانشطة الطلبية ده عمل علاقات حضر ايفنتات كتير جدا حضر ورشات عمل عنده فرصة اصلا في الحاجات اللي بتيجي للجامعة يعني احيانا بتيجي للجامعات ويمكن لسه الطلب تعملوا مع شركات لجاء العمال ممكن ما يعرفوش ده بتيجي أحيانا الشركات وابنوك ومؤسسات بتبعت للجامعة عايزين خمسين طالب زيارة كذا مين اللي بنختاره؟ هل بنختار الطالب اللي هو قاعد ما بيعملش حاجة في الجامعة؟ هكذا اللي متشاف ومتحرك في الأنشاطة النشاط الطلابي ده أستاذ أحمد أنت متخيل الطالب بيسحى من النوم الصبح أنا بكلفه النهاردة فيه إيفنت عن كذا هنستضيف مثلا سين من الناس هو مسؤول عن كل حاجة بينظم الإيفنت بيدعو زميله الطلاب بيبقى ليدر ليهم بيبقى قائد ليهم بيبقى نفسه نهاية اليوم ييجي ويبقى سعيد جدا نجاحه عنده علاقات عامة بيزبط معاهم عنده الفريق الاجتماعي بيزبط معاها عنده السوشيال ميدا بيزبط معاها أنه بيستقبل كان لسه عندنا الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي الطلبة هي لاستقبلة الإيفنت وهي طلاب من أجل مصر والتحاد الطلبة هم اللي عملوا الإيفنت خلصوا استقبلوا للوزير واستقبلوا الحرس اللي موجود كل حاجة بس دكتور عايزة سألك سؤال هل بيبقى فيه التوجه من إدارة الجامعة أو الكلية للطلبة أنها هيعملوا كذا أو ولا الطلبة خلاص هم مثلا عندهم خطوط عريضة وهم الجامعة بتسيبهم أو حضراتكم بتسيبوهم ينفزوا بقى الاحتفالية يعني هو ده فكرة جميلة جدا نحن عندنا حكتين فيه إيفنتات بتكون جاية من الجامعة هنعمل مثلا إيفنت عن إحياء ذكرى المولد النبوي فدي حاجات عليه الصلاة والسلام وفيه إيفنتات تاني الطلبة بنلاقيها جاية تقول احنا نفسنا نستضيف سين من الناس فهو بيعرض الفكرة فبقول له هات لي بلان للفكرة هتجيب مين هنعمل ايه المواصلات هنجيبها ازاي هنستقبله ازاي دراسة الموضوع كل حاجة فلما بيجيب لبلان بيبدأ أرفعها للجامعة ويمكن عندنا لأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة مدعم جدا لأي طالب بيجيب فكرة أو بيجيب نشاط ويعملوا وعشان كده عندنا نموذج المحاكاية ونموذج جزارة المالية ونموذج البنك المركزي طلب من أجل مصر والتحاد الطلب عندنا كمية نشاطات طالب قاعد وعمل فكرة تعالى عرضها عجبتنا وشايفين ان هي ماشية في القطرة الصحيح بنبدأ نطبقها له وبنعملها يعني ممكن الطالب بيعمل ده وفيه مبادرة حياة كريمة دي خاصة بالمحافظة لما بتيجي تباعة الجامعة بنشارك في مبادرة حياة كريمة وبنطلع بالشباب وبيساعدوا فيها وبيبقوا مبسوطين جدا عايز اقول له حضرتك من يومين لما جي وزير التعليم العالي ده عمل وطني يعني اي حد تشرف ما تخيلناش كمية الطلبة اللي جات في إفنت الوزير وإحنا أيام أجازة تخيل بيجوا من الفيوم والمينيا وبنيسويف وأسيوت جايين فعلا فهو زي ما وصير شريف كده بيقول عمل وطني أنا جاي فعلا لا بس هو جاي كمان مبسوط أكتر جاي مبسوط أنه بيشارك في حاجة زي كده طب إحنا بقينا نشوف دلوقتي إن في حاجات مهمة دلوقتي الجامعة بقيت بتوفرها لكل طالب ويمكن يكون يعني في آخر خمس سنوات ده حصل طفرة في التقديم الحاجات الجديدة جوة الجامعات يمكن يكون أبرزها يعني إيه اللي تغير في آخر خمس سنين ما كانش ممكن يكون بيتوفر وبقى يتوفر لكل طالب إن هو يقدر يعمله طيب يعني أنا خليني أوجه الشكر لفخانة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الشديد جدا في خلال الفترة الأخيرة دي منذ تولي رئاسة الجمهورية للجامعات المصرية والأنشطة الطلابية يمكن لو هنعد حاجات كتيرة جدا حصلت كنا إحنا نفسنا واحنا طلبة مش موجودة هنقعد مثلا حلقتين ثلاثة فيها يمكن أذكر باختصار الحاجات اللي الطالب فعلا لمسها أول حاجة بنك المعرفة ودار المنظومة والسينس دايريكت والإمارلد وكل قواعد البيانات العالمية اللي ما كانتش متاحة إلا بفلوس وبالدولار أنا كنت عشان أدخل أجيب بحث وأنا طالب كنت لازم أدفع بالدولار فخامة الرئيس وجه ساعتها وزارة التعليم العالي بأن المنصات دي كلها تكون مجانية الوقت أنت لو عايز تعمل بحث مش هتخلي حد يضحك عليك ويقولك تعال عمل لك بحث لأنت هتدخل على بنك المعرفة باسورد ويوزر نيم ليك بصفة اقتالف في الجامعة هتنزل كل اللي انت عايزه دي رقم واحد رقم اتنين الجامعات الأهلية والتكنولوجية والجامعات المتخصصة وفروع الجامعات الأجنبية الكتير جدا اللي اتعملت في مصر في فترة الأخيرة اللي أتاحت منها زي الجامعة التكنولوجية اتاحت لطلبة الدبلوماد انهم يدخلوا الجامعة دي كان حلم اه طبعا كان مثلا هنقول الصنايع اللي معادة بلون صنايع كان بناخد عدد معين بس يدخل كلية هندسة لأ انت عندك الجامعة التكنولوجية الوقت ممكن تدخل ليها صح الحاجة التالتة انشاء عدد كبير جدا من الكليات المتخصصة في علوم بينية يعني عندنا مثلا في جامعة بنسوف في كلية اسمها علوم الأرض وكلية الليزر معهد الليزر معد المسنين علوم الملاحة والفضاء كليات متخصصة مش موجود منها في الشرق الأوسط تقريبا اه الحاجة التانية وهليك كليات دي دكتور جديدة في الجامعة ولا لديها حاجة موجودة دي كلها اخر خمس سنين اه ما كانتش موجودة ولا كنا نحلم ان يبقى فيه كليات زي كده عندنا كلية الزكاء الاصطناعة يعني كنا زي من بنسمع كلية الحاسبات وكلية الهندسة فيه كلية الزكاء الاصطناعة بتتعامل بقى معها تكنولوجيا الجيل الرابع او البيج داتا بقى والبلوكتشين والحاجات اللي هي الجديدة دي كلها مكناش بنسمع عنها صحيح عندنا برضو من الحاجات اللي حصلت اتاحت اتاحت الكينات الطلابية المتنوعة كتيرة كنا زي من بنسمع اتحاد الطلبة بس لقى الوقت في اتحاد طلبة وفيه انشطة تاني وفيه نمازج تاني بتتيح لده الحاجات اللي ملموسة بالفعل بقى انتحانات البابلشيت اللي ما كانتش موجودة التعليم عن بعد بالوقت التعليم الالكتروني الكتب الكتب بقيت كلها الكتروني كلها كتب الالكتروني ففيه طفرة كبيرة جدا احنا بنشكر فخانة الرئيس عليها طبعا عمرنا ويمكن قصة الجامعات الاهلية والتكنولوجية والجامعات المتخصصة دي فعلا كان فيه دعم كبير جدا من الدولة انها تظهر للنور وما كانتش هتظهر يعني بفضل ربنا ثم فخانة الرئيس ظهرت للنور وفعلا قتحت فرصة على عدد كبير جدا من طلاب السنوية العامة ان هما ينضموا للجامعات دي يمكن واحد ما كانش يقدر يدخل كله الطب لا انت ممكن تدخل كله الطب بالوقت وبمصرفات معينة طيب كلمنا برده دكتور احنا دلوقتي بينا برده من الحاجات الجديدة اللي احرس معها الجامعات الاهلية صحيح فعايزين نعرف ايه هي الجامعات الاهلية وعايزين برده تكلمنا عن طرق الشغل فيها او الدراسة فيها طيب شوف يمكن عشان كويس ان هي الوقت فترة التنسيق بتاعت الجامعات الاهلية شغالة هي الجامعات الاهلية فكرتها ان هي منبسقة من الجامعات الحكومية اذا هي مش جامعات خاصة هي منبسقة من الجامعة الحكومية لا تهدف للربح تماما يعني هي برمصرفات برده بالفلوس عادية مش حكومية تعتبر مادئيا لو هنقول مثلا ان الجامعة الحكومية عشرة في المية ممكن دي تزيد اكتر ليه بقى لان الفلوس اللي هو بيتفحى الطالب هي الدولة مش عايزها كربح لها لا هي بتاخدها توظفها في دوق خدمة العملية التعليمية ان هي توقف الجيل الرابع فالمصاريف طبعا توفير اجهزة توفير اماكن توفير حاجة وبالسهل المباني مجهزة على احدث المستويات هنقول ان الجامعة الحكومية مثلا فيها مدينة جماعية هنا فيه سكن فندقي اعلى طبعا في السعر شوية الجامعات الاهلية احنا السنة دي ان شاء الله وزارة التعليم العالي بدأ ب12 جامعة اهلية فيه في بنسويف وفيه في حلوان وفيه اربع جامعات كانوا موجودين الجلالة والملك سلمان والعالمين وجامعة المنصورة الجديدة فاحنا داخلين تقريبا ب16 جامعة اهلية دول فيهم كل تخصصات دكتور معنش اطاعتك بس عايز اعرف التخصصات ولا تخصص معين تقريبا يعني 90% من التخصصات موجودة عندنا في جامعة بنسويف مثلا تقريبا ما يقرب من 11 تخصص موجود فيه طب وفيه اندسة فيه اتجارة فيه اعلام معظم التخصصات بيقيت موجودة بس احنا عنقولي بقى عشان الطالب يبقى عارف هي ما اسمهاش كليات هي اسمها برامج انت بتدخل بعدين على فكرة يعني القصة ممكن انتو تندهشوا ليها ميزاي ايامنا انا مثلا هختار الكلية دي وهدخل الكلية دي عشان مجموع لا ده احنا الوقت بنعمل اختبارين اختبار قدرات معرفية الكتروني للطالب بنبدأ نقول له انت عايز هندسة وحاسب قلي هنعمل له اختبار مثلا في المعارف الرياضية والفيزيائية طب عايز تبو صيدلة هعمل لك اختبار في المعارف البيولوجية يعني مش مجموعه بس في السنوي انت بتختار المجال الاول انا نفس في مجال الهندسة فبنعمل لك الاختبارات دي عشان نبدأ نحدد لك حتى البرنامج اللي انت بتدخل فيه الجامعات الاهلية على فكرة ليها مجلس امانة وليها رئيس جامعة وليها نواب وليها مديرين للبرامج طب الطالب اللي هو يمكن ده سؤال كتير بيسألوه انا قدمت في المرحلة القولة وما قبلتش والمرحلة التانية وما قبلتش في الجامعات الحكومية اقدر اقدم في تنسيق الجامعات الاهلية لان تنسيق الجامعات الاهلية مختلف يعني تنسيق الجامعات الاهلية ملوش علاقة بالمجمع خالص هو اهم حاجة القدرات لا ليه علاقة بالمجموع ولكن ملوش علاقة بتنسيق الجامعات الحكومية يعني انت مقبلتش بسبب تأديرك في الجامعة الحكومية تعال هنا التأدير اقل بشوية كتير بيوصل الى 4% فانت عندك فرصة يعني مثلا كلها معينة مثلا في الجامعات الحكومية مثلا بـ 90% ممكن تبقى في الاهلية مثلا بـ 86% مثلا اه فدي اتحد فرصة طبعا مع اختبار القدرات مع اختبار القدرات اللي بيتم عشان احددلك هو ده بقى اللي احنا بنقوله مواصفات الخريج في سوق العمل الحالي طب انا الوقت بدل ما كنت بعمل مناهج تقليدية انا بعمل مناهج حديثة ومتطورة المناهج الحديثة دي هي اللي انا بختار بيها الطالب من الاول عنده شغف في الحتة دي ولا انت جاي داخل كلية طب وكلية هندس عشان اسمها كليات قمة فانا هدخل الكليتين دولة وبعدين اطلع ملاقيش شغف في الحاجة دي فمعرفش انجلز ممكن اطلع طبيب فاشل ما انا ما كنتش حابب الحاجة دي من الاول دي يا دكتور كانت مشكلة اجيال كتير جدا جدا ان مثلا بيبقى طموحه هو في سنة ويعايز يخش كلها معينة مجموعه ما جابش فيخش كلها تانية طبعا مفيش يعني النشطة الطلاب ده احتواء للطالب فهو الطالب هيلاقي متنفس فيه في النشطة الطلاب هيلاقي فيه علاقات اجتماعية ازاي هيلاقي فيه تواصل بينه وبين اسات زيته ازاي فلازم الانشطة الطلابية تبقى موجودة في الحاجات دي ما هو موجود انشطة طلابية في الجماعات الخاصة موجود في الجماعات الحكومية هيبقى فيه في الجماعات الاهلية لان لازم الطالب يبقى محطوط على الطريق الصح لازم يبقى ليه مرشد أكاديمي زي ما بنقول كده أو مرشد نشاط طلاب يماشي معاه طب يا دكتور يعني برضو خليني أعرف منك كده أهم النصائح للطلبة دلوقتي اللي هي يعني نقول اللي هما لسه بيدرسوا أو داخلين على الدراسة وكمان موجبة سوق العمل إيه أهم النصائح اللي هما في ودي يتبعوها في اللي يام اللي جاية خصوصا اللي هيوجه سوق العمل تمام أنا أهم النصائحة بقولها لهم يا شباب أهم حاجة خلي بالكو سوق العمل الوقت متطلباته صعبة جدا متطلباته عايزة واحد عنده سكيلز كتيرة جدا لو بنتكلم عن الصوفت سكيلز فأنت عندك فترة الكلية كلها تقدر تعملها من خلالها اشتراكك في الأنشطة الطلبية اللي هي بقى التواصل والتفاوض وحل المشكلات طب المهارات التانية لازم طول فترة الكلية تتعلم لغة لازم تتعلم تكنولوجيا عشان نقول نتعلم حاسب قالي بقى لنا حاسب قالي ده خلاص لازم تتعلم ازاي تعمل تحليل بيانات ضخمة ازاي تعمل تسويق إلكتروني ازاي تعمل تحول رقم المنظومة معينة فبالتالي انت لما تبقى عندك المواصفات دي من الوقت وانت في الكلية وشغال كمان وانت في الكلية تخيل انت قاعد قدامي في انترفيو انت جايب 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 مين اللي عنده الاسكلز بقى مين اللي عنده الاسكلز الاكتر مين اللي السيفي بتاعهم اليانات من اللي مش هتعبني زي ما بنقولها كده بقى مين اللي مش هتعبني مين اللي جاي جاهز او نص جاهز على قابل زي ما بنقول ان الحاجات السورياتي كالاول الحاجات النظري غير الحاجات العملي. صح. فانت نزلت واشتغلت عملي مش لازم تقول لي ان انا اطلع بجايد جدا او بجايد فانا اشتر من واحد جايب مقبول ما ممكن يكون التاني ده اشتغل. فلازم كلنا نشتغل طول فترة الدراسة على نفسنا عشان نطلع متميزين عن الالف واحد اللي هيتخرجه معي. انا عايز اسبق وتعين قابله. فبالتالي سوق العمل للوقت بيتطلب من حضرتك ان انت تشتغل على نفسك كتير. دكتور الكلام مع حضرتك ممتع ما بيخلصش طبعا ومبسوط من اللي انتو بتعملوه ومجهودات الاسادزة والدكاترة في الجامعات عموما والطلب برضو حاجة تفرح وطاقة مبهجة جدا. خلينا نطلع لفاصل ونرجع بقى مع الفقرة الدينية اللي بيقدمها احلى الشيء بديع.